مساء الخير بأجمل عيلة وأجمل ناس في الدنيا موضوع النهاردة مهم طبعا لايف على الانستجرام كل ليلة بنعمل لايف على الانستجرام اللي بيسأل ازاي تواصل معانا في اللايف اشترك بس رابط الانستجرام هتلاقيني مسبتو ادخل اشترك اعمل فلو هتبقى معانا كل ليلة وهنرد على الاسئلة وندردش مع بعض في مواضيع مهمة بتشغل بالكم وبرحب بكم كده سريعا وبشكر كل حبيبي واصدقائي اللي لابوا الدعوة انضموا لنا وعشان كده انا حريص ان انا نعمل يعني باستمرار الحلقات المحورية المهمة اللي احنا عايزينها في حياتنا اللي تفيدنا اللي تصلى علاقتنا اللي تدفعنا للامام كل اللي بيشغلكم من خلال اقتراحاتكم اللي انتوا بترسلوها لي او بتعلوها حتى على الفيديوهات وهنبدأ على طول نخش في الموضوع المهم احنا تكلمنا في حلقات كتير قبل كده وقالنا العلامات اللي لو انت شعرت بيه هتأكد ان الشخص اللي انت بتفكر فيه بيفكر فيك زي ما انت بتفكر فيه امكان اكتر عايزك مشتقلك بيتمنى ان هو يشوفك بيتمنى حتى ان هو يتكلم معك ولكن بالامس على الانستجرام بعتلي شاب قال لنا سمعت الفيديو وفرحت قوي لاني لقيت كل العلامات منطبقة على بنت انا بحبها ورحت صريحتها تجهلتني وقالت لنا مش بفكر في الموضوع ده طيب ايه تفسير ده انا عايز افهم لقيت ان السؤال ده فعلا ممكن يتعرض لي الكسير طيب في نقطة تانية برضو وانا عملت حلقة عنها ولكنها يعني كان الحلقتين منفصلين النهاردة احنا هندمج الحلقتين اولا ان نذكر بسرعة كده ايه العلامات اللي انت لا بحسب بيها فورا تأكد ان الشخص ده بيفكر فيك اول حاجة ان انت تفكر فيه تلقائي يجي في بالك كده تلقائي لوحده تاني حاجة ان يكون تفكيرك فيه ايجابي تالت حاجة يكون عندك امل ان انتو هتلتقوا ان مهما حصل حتى لو بينكم مساوي ان انت بتفكر فيه ايه بشكل جميل ان انت بتحلم به ايه باستمرار وكل هذه العلامات انطبقته على صديقنا راح صرحها قالت له مش بفكر فيه الكلام ده وكان ايه منهار جدا وانا هجاوبك طيب في حاجة مكملة هل معنى ان اي اتنين مشتقين لبعض بيفكروا في بعض هيكملوا مع بعض بالعقل واحدة واحدة كده هل بالضروري ان انا لو بحب واحدة وهي بتحبين ان احنا هنكمل مع بعض انت نسيت حاجة مهمة اوي اسمها الظروف المحيطة هل الظروف المحيطة هتساعد او هتساعدك على كده انت بتقول ان انت في تالت سنة وهي في تانية تجارة طيب انت لسه ولا دخلت كلية ولا خلصت ولا دخلت جيش ولا اشتغلت ولا 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 ايا كان وهي لسه طفلة 16 سنة مثلا دي من الظروف المحيط طيب انا ممكن عشان نخش في المهم بقى يكون العلامات منطبقة علي مع بنت مثلا معينة انا بتكلم عن نفسها بفكر فيها باستمرار باحلم بيها عندي امل ان احنا هنكون لبعض التفكير ايجابي العلامات دي كلها بس ظروفنا الاجتماعية غير متلأمة التوافق بين الاهل غير متلأمة التوافق البيئة غير متلأمة يعني مثلا يحضرني موقف دلوقتي واحد صديق ليه حب بنت ثلاث سنين صديق ليه حب بنت ثلاث سنين اكلكت هي الهوى والعشق وهو بالنسبة لها الاتنين بيموتوا في بعض وفاجأة بعد عنها البنت انهارت واتدمرت قلت له حرام عليك قال لي لما سألت عن ابوها لقيته رد سجون خلي بالكم فاتأكدت ان استحالة اهلي هيوافقوا على حاجة زي كده اتأكدت ان استحالة ان العلتين هيتوافقوا مع بعض واحد زي منا في الجامعة في بنت عاجباء وجميلة وما فيهاش غلطة ومرحة وكل صفات الانوسة وجسم ووش وشكل وشطارة ولباقة ولكن بيقول دي ما تعرفش ان هي تربي اولاد ولا تشيل مسئولية زوج بموت فيها بحبها بس ما تنفعنيش يعني اللي انا عايز اقوله مش كل اتنين متوافقين مع بعض اصبحوا مناسبين لبعض هي دي لازم نربط لتنين ببعض اولا الموضوع شقين او جزئين بفكر فيه تلقائي بحلم بيه عند امل هنلتقي هو كمان قردي بس تعال بقى على الظروف البنت عارفة ان اهلها مش هيوافقوا بواحد زي ظروفك ده لسه طالب ولسه الطريق قدامه طويل البنت عارفة ان الظروف الاجتماعية او الظروف الحالية غير مناسبة ان هي مثلا ترتبط البنت مش عايزة ان هي ترتبط بك من وراء اهلها ده انا برد مثلا بديك امثلة وما ينفعش ان هي تصرح اهلها لانها عارفة رد فعلهم كذلك ممكن تلاقي زي ما كنا جايبين على اسأل محمد وعيلته قصة نفس الموضوع دكتورة وميكانيكي بتفكر فيه وشغلها وبتحبه وبتموت فيه ولكن ما ارتبطوش استحالة خافت من نظرة المجتمع لما الموضوع جيه خلاص وهيخش في الجد بعدت عنه اذا الظروف المحيطة لازم انت تحطها او تحطيها في عين الاعتبار انا دلوقتي ببصر الموضوع من زاويتين الزاوية الاولى تحققت العلامات خلاص انا تأكدت وقعه ودليهمني ان الشخص ده عايزني طب الشق التاني هننفع لبعض ولا لا ثقافته مناسبة بيته مناسبة عمره مناسب مع عمري اهله مناسبين مع اهلي هم دول اللي اهلي ممكن يتقبلهم احنا بننسى الحاجات دي ولما بننسى الحاجات دي بنقع في حيرة اكتر اتمنى ان انا يكون ردت على التساهلات في الموضوع ده وقولوا رأيكم في الحلقة دي واللي عنده سؤال يكتمل معاكم زي ما بقولي يعني برا الموضوع جوه الموضوع انا معاكم وهنجاوب اي سؤال ولو عجبتكم الحلقة شاروا على قد ما تقدروا وعملوا لايك عشان اكبر قدر يستفيد من المعلومة اللي احنا عايزين نوصلها هبدأ دلوقتي ان انا اخد اسئلتكم في الموضوع مفيش مشكلة برا الموضوع مفيش مشكلة وانا هبدأ دلوقتي ان انا ابص على التعليقات حلوة كويسة انا برج الجدي شوه الحل المناسب الي توافق انسة السرطان مع رجول العزراء توافق يعني مش مثالي ولكن يمشي حننمي اللي بي اهلا بيك اعمل ايه مع غموض رجول العزراء بيبعد كده فجأة انت برجي ايه يعني يتقلم عما تبيش خفيفة وما تندلقش قوي رجول العزراء من الرجال اللي لو لها الونسة بتهتم او بيركب جناحات ويطير او بيعمل فيها بارد او بيعمل فيها تقيل وكنا عملنا حلقة عن الرجال اللي لا ينصح ان انت تهتم فيهم قوي اكثر رجال الابراجة عندهم غيرة جنونية الاسد والحمل طبعا من غير نقاش عندهم غيرة قاتلة ومزعجة وانا رجل حمل وكمان عارف انا بقول ايه انا دلوية اهلا بيك علياء انا برج السرطان اهلا بيك سارة من تونس تشرفينا يا سارة صفات رجل برج الحمل الغيرة العصابية الفرفشة ما بيحبش النكد الكرم الشجاعة المواجهة الطموح كل ده ابرز صفاته بيحب ولاده او بيحب نفسه اوي عنده سنة انانية شوية منوروا استاذ محمد برج انت طور معهم الحد شارة انا برج حمل وخطيب حوت اتعامل ازاي انا اتخنقت هو يعني انت مش عجبك صفات فيه هي دي المشكلة وبتنكد عليه فبينكد عليك لازم من البداية اقتنع بيه ومدام قلت خطيبي مش حبيبي اعتقد ان الحب لسه ما وصلش لقلبك يعني او انت مش متأكدة من حبك ليه البداية من عندك هعمل ايه مع تجاهل رجل السرطان مع انسى الطور هو مش تجاهل هو بيبقى رضي فعلي على الحاجات انت بتعمليها ممكن اصداها او منتش اصداها فالعقاب المفضل لرجل السرطان هو التجاهل شوف انت بتعملي ايه غلط بيزعله منك واشتغلها الحد توافق انسى سرطان ويه شاب ميزان توافق صعب اوي حنين توافق انسى برج الحوت مع رجل برج الحمل التوافق يمشي ولكن هتيجي على نفسها شوية ولكن معقول توافق رجل الدلو مع امرأة الدلو حلو بس ممكن فيه ملل شوية على المدى الطويل في العلاقة دي انسى حوت ويه رجل عزراء تعبها بس فيه توافق انسى اسد وطلع عزراء هلا ده توافق مع رجل عزراء التوافق مش الانسى وقوي مش عالي اوي بس يمشي القوز صعب جدا فيه انسى الحمل ورجل العزراء توافق قاتل وصعب جدا انسى العزراء ورجل الجوزاء نفس الكلام توافق صعب توافق انسى طور ورجل جدي توافق حلو الا لعنده عدم التنازل تخلى بالكم من النقطة دي بس انسى الحمل ورجل الحمل شنور لقدته بما حلوة بس فيه جنون فيه عصبية فيه تصرع فيه الحكم على الاخر فيه تصرع فيه اللاخطاء فيه اندفاع فيه المشاعب في توجيه انتقادات لازع المشكلة بس يعني في الموضوع ده انا سرطان والعزراء بيتعال علي رغم انه هو بيحبني طبيعة العزراء انه هو تقيل وقلنا قبل كده وبنقول طبيعة الابراج الترابية كلها التقل ده تعبني كتير رجل برج الحمل مع اني انسى برج الحوت يعني احنا قلنا ان انسى برج الحوت هتيجي على نفسها في الاعلاقة دي عشان تتأقلم وتمشي مع رجل الحمل وانت بتيجي على نفسك وانا عارف انه بيجي وقت بيفض بك الكيل ولكن ده المصلحة العلاقة ولكن لازم الرجل هو كمان عليه دور ويعرف ايه عليه عشان الدنيا تمشي الحب اتنين بيده اتنين بيده لو اللي انت مرتبط به انت بتدي وهو لا قل له كل عام وانتم بخير معطلكش الى اللقاء نصيحة يعني لحد ما يفوق كده ويعرف ايه المطلوب منه وانسى حوته رجل طور تمشي العلاقة دي رجل القوس صعب فيه اللي عنده العصبية العصبية واللي نفع بس هو مش عانيد اوي توافق انسى الاسد ورجل الدلو حلو اوي انسى القوس ورجل الدلو حلو اوي اكثر الى ابراج توافقا مع بنت الميزان الحمل الاسد الجوزاء الدلو والقوس طبعا الموضوع بدرجات ولكن دول اعلى شوية ابراج يسعد مساكي يسعد مساكي جادي وحوت من رجل ومن ست لو انسى هي اللي حوت المشكلة في كده في درامة كبيرة اوي ايه بينكم خلي بالكم من الهتة دي رجل العزراء تعب اوي انسى الحمل ما هو الحلو هي كمان تعباء هو تعبها بتبرده بتجاهله بتقلو بانتقاده وهي كمان بعصبيتها الزيدة عليه لازم تخلي بالها من النقطة دي اكثر الابراك توافقا مع انسى الدلو الاسد الحمل القوس الجوزاء الميزان الخمسة دول انسى السرطان ورجل الجوزاء هل في توافق توافق صعبي جدا يا هاجر جدا انا زعى الرجل الحد ما بيرده انا ميزانية رجل الحد لما بيزعى بيطئمس ويتلوي ويتجاهل وما يردش على حد وياخد فترة ده طبعه انسى الاسد ورجل الدلو مصطفى توافق حلو اوي اوي بين الاتنين دول اكثر الابراك توافقا مع انسى الجوزاء الميزان والاسد رجل العزراء بارد اوي انا سرطان اتصرف ازاي وبارد واحيانا بيتبارد والله انا بقول في بعض الصفات في بعض الابراك ما لاش حل زي التبارد في العزراء او اللا مبالاة هتتقبلها هو ده الحل الوحيد صفات انسى الحمل عصبية جدا عنيدة جدا شجاعة جدا انسى جدا تتمتع بجسد متناسق جدا كرمتها في السماء مناخرها هتقع منها لو واعت منها مش هتوطي تجيبها دي صفات ابرز صفات انسى برج الحمل الناري انسى الجدي منه اكتر برج يناسبني الطور يناسبك اول عقرب توافق انسى طور ورجل جدي لسه اوله التوافق حلو ممكن ترده على الخاص حاضر يا جمانة توافق رجل عقرب معه مرأة طور ممكن ترد توافق حلو اوي شو سبب تجاهل رجل الحمل والله الحمل لما يديها اللي بقى شايفله شوفها تانية او انتي تجاهلتي ملاش حل غير كده او بتنكد كتير كأنسى لانه هو ما بيطيقش الحاجات دي احتاج رومانسية من العزراء وانا سرطان اعمل ايه والله هو مش رومانسي بطبيعة الحال رجل برج العزراء ما عندوش رومانسية وفاقد الشيء لا يعطيه وهو فاقد النقطة دي كمان بالنسبة لك انتي كسرتونة ودي المشكلة احكي عن رجل الدلو رجل الدلو انتر نشاطي كبير قوي رايق عندو سنة انانية بيحب الحياة وما بيحبش النكد هو بيبعد عن اي حاجة فيها مسئولية او ضغطة او خنقة وما بيحبش المشاكل ولا بيحب ان هو يطول فيها ومع ذلك متسامح جدا ولكنه نساي جدا انا اكتفي بالقدر ده معتزر معتزر يعني اللايف ما كانش طويل الليلة ان شاء الله ولوليلة شايفين اللايف قصير وتحبوا ان احنا نطولوا بعد كده انا بمشي بقراءكم بشكر كل الناس اللي انضمت شايفين الحلقة دي مهمة شو قالوا انهم في البداية تحديدا ياريت يا جماعة تشارعوا على قد ما تقدروا وتعملوا لايك عشان يوصل لبقية اصدقائنا وعندنا حلقة على اليوتيوب مهمة ابقوا تابعوها وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة